ونجا مالك سلسلة متاجر اللولو التجارية يوسف علي من حادث طائرة صباحا يوم الأحد عندما هبطت مروحيته الخاصة التي كانت تقله مع زوجته وثلاث أشخاص آخرين اضطراريا على مستنقع في كيرلا جنوب الهند وفقا لموقع هندي محلي هبطت الطائرة المروحية في مستنقع بمنطقة سكنية حوالي ساعة 8.45 صباحا بالتوقيت المحلي يعني 9.45 صباحا تقريبا بهالوقات السكان العالم بحسب مصادر مؤكدة وفقا للموقع طبعا سقطت الطائرة المروحية بسبب عطل فن عطل فن هو كان السبب وتم نقل كل من يوسف علي وزوجته إلى مستشفى قريب لتقديم الإسعافات الأولية وكان على متنها خمسة أشخاص بينهم يوسف علي وزوجته جميعهم بأمان وتم نقلهم إلى المستشفى وبحسب سلطة المستشفى لم يصب أحد بأذى وكشف الأطباء في المستشفى أن جميع الركاب يخضعون للمراقبة الطبية كان يوسف علي وآخرون في طريقهم إلى مستشفى بمنطقة أخرى لرؤية أحد أقاربهم عندما وقع الحادث